ضمن جهود وزارة الصحة لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية تأتي حملة الصحة الوقائية صحتك هدفنا ووقايتك دربنا للتوعية بأهمية الوقاية من مختلف الأمراض والمحافظة على الصحة العامة فعاليتنا اليوم أن تتكلم عن دور الصحة الوقائية في المجتمع دور اللي قاعد تقوم فيه الصحة الوقائية خلال جائحة كورونا الكل يعرف أن الفترة اللي مرنا فيها كانت مفترة صعبة جدا الفعالية هذي بيّنت دور الصحة الوقائية بالمجتمع وشنو اللي قاعد يسوي قسم الصحة الوقائية عندناك أقسام منها منع العدوى اللي هي الأمراض المعدية وكذلك صحة البيئة والتطعيمات الأساس من الفعالية هذي نحاول نبين الدور البارز لفترة جائحة كورونا دور الصحة الوقائية شنو سوى بالوقت اللي كان فيه بالجائحة وتركز الحملة التوعوية على أهمية الحصول على اللقاحات اللازمة للأمراض المعدية وغير المعدية حماية لصحة الأفراد والمجتمع واستجابة لمتطلبات منظمة الصحة العالمية نتكلم عن تطعيمات الكوفيد وعن المخالطين وعن الطلبة سواء كانوا يدرسون في المدارس في عندنا تطعيمات الكيبيدي في عندنا تطعيمات الفلونزة في عندنا ملاريا في عندنا الحمى الصفرة نقلل انتشار الأمراض اللي هي متعلقة في البيئة نحافظ على الشواطئ الأحواض السباحة نتأكد أنه فيه أمراض مثلا تنتشر عن طريق يعني الافتقار للأصحاح البيئي الصحيح لما تكون فيه حيوانات نافقة بالشارع لما تكون مثلا فيه اللي هي حشرات أو يعني أنه تكون الأماكن مو منظمة فنحن نتأكد أن تكون البيئة سليمة ما تتوالد فيها أمراض مثل اللي نسمعها عالميا الأمراض الكوليرا، التايفويد، الأميبة، الإسهال المعوي، التسمم توفير خدمات صحية شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة ونشر التوعية لحماية أفراد المجتمع الهدف الرئيسي لهذه الحملات للحد من الأمراض ولنمط صحي أفضل زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس